موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا هنحاول نتكلم مع بعض شوية في بعض المعلومات اللي احيانا بتبقى موجودة بصورة خاطئة بيبقى تبعياتها ان معظم الناس بتبقى فهمة المعلومات دي غلط ما تبقى عاش عارفة بالضبط ايه المفروض يتعامل في الوقت المناسب النهاردة مثلا هنتكلم عن الاشعب السبغة والمنظر البطن والمنظر الرحمي ايه الفرقات ما بينهم وام تعمل دوت وام تعمل دوت وهل في حاجة منهم ممكن تغني عن الباقي ولا لا ولا هل هم مكملين لبعض ولا لا هي ببساطة الاشعب السبغة دي طريقة انا بعرف بيها فكرة باخد بيها فكرة عامة عن تجويف الرحم من جوة وباخد بيها فكرة عن اذا كانت الانبيب سلكة ولا مزدودة فقط لا غير هل الانبوبة سلكة يعني ولا مزدودة هي عبارة عن ايه الاشعب السبغة هي اشعاء عادية زي الاشعاء اللي احنا بنعملها على العضمه على كل حتة بس وانا بعملها بحق السبغة جوه الرحم وبصور السبغة دي وهي دخلها جوه الرحم وهي بتخرج من الانبيب الانبوبة اليمين والانبوبة الشمال وبعد كını بصور السبغة دي بعد ما تكون خرجت من الانبيب وموجودة جوه الحوض فهي ببساطة كده والتزاي ما انتوا استوعبتم من våra بقولوا ان لما صور السبغة ولاقي السبغة ملل تجويف الرحم كله من غير اي حاجة موجودة جوه السبغة يبقى تجويف الرحم ده نظيف مفيش فيه اي حاجة كبيرة موجودة جوه تجويف الرحم طيب الانبيب السبغة عدت فيها وخرجت من الانبيب وموجودة جوه الحوض يبقى الانبيب سلكة طيب السبغة نزلت جوه الحوض ومنتشرة جوه الحوض بصورة سليمة يبقى مفيش التساقات موجودة جوه الحوض طيب لو انحقنت السبغة واكتشفت ان انا مش عارف حق ان السبغة كويس جوه الرحم يبقى حاجة من اتنين ياما عنق الرحم نفسه مسدود يا إما فيه حاجة جوه تجويف الرحم سد السبغة دي من مرورها يا إما فيه أي ليجين أو أي شيء موتواجد جوه تجويف الرحم مانع مرور السبغة في الجزئية بتاعته طيب لو أنا حقنت السبغة ودخلت جوه تجويف الرحم لكن ما عدتش من الأنابيب ما عدتش من جزء الأولاني من الأنبوبة أو ما عدتش من نص الأنبوبة أو ما عدتش من آخر الأنبوبة يبقى ده ببساطة أنا شخصني فيه سدد موجود في الأنبوبة السدد ده ممكن يا إما يكون سدد حقيقي الأنبوبة فعلا مسدودة من خارج الأنبوبة أو من داخل الأنبوبة أو أشهر أسباب السدد اللي بيطلع فيه الأشعب السبغة وبنسميه السبازم اللي هو التقلص اللي بيحصل فيه الأنبوبة وأنا بحقن السبغة طيب حقنت والسبغة خرجت من الأنبوبة وموجودة جوا الحوض إحنا بنقول دايما أن الأشعب السبغة هي جود باصيف يعني إيه جود باصيف يعني لو كويسة يبقى بنسبة 95% أنا ما عنديش مشكلة عضوية يا إما جوا الرحم يا إما في الأنبوب طيب لو عندي مشكلة طلعت في الأشعب السبغة لا مش أكيد أن أنا عندي مشكلة في الأنبوب أو في الرحم ممكن يكون عندي مشكلة في الإجراء نفسه ممكن يكون مشكلة عندي في التحضير نفسه ممكن يكون عندي مشكلة في المريضة إن حصل عندها تقلص هو اللي أفل الأنبوب طيب نعمل إيه وقتها نحن قدامنا حل من اتنين يا إما أنا أتجاوز عن مشكلة انسداد في الأنبوب سواء الأنبوبة مسدودة أو سلكة ودي أكتر حاجة هتحددها لي هو مدة تأخر الإنجاب يعني لو مدة تأخر الإنجاب طويلة شوية وعملت أشعب السبغة ولقيت الأنبيب مسدودة طيب أنا مش هقعد بعدها أقول لا ده ممكن تكون الأنبيب مسدودة فعلا أو ممكن تكون الأنبوبة مسدودة بسبب تقلص أو 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 أنا عندي مشكلة ظهرت لي وهي السبب في أن الحمل المتأخر بقاله سنين طيب لو أنا عملت أشعب السبغة وطلعت سليمة والحمل متأخر برضو الأشعب السبغة زي ما بنقول هي بتفرجني على شكل الأنبوبة إن الأنبوبة سلكة لكن الأنبوبة هي مش عبارة عن مصورة مية دورها إن هي تعدي السبغة من ناحية للناحية الأنبوبة دي هي كمية وظيف كتيرة جدا ووظيف حساسة جدا الأنبوبة دي هي اللي بتلتقط البويضة بعدما تخرج من المبيض الأنبوبة دي هي اللي بتتوجه نحية الحياة المنوية الأنبوبة دي هي اللي بتخص بالبويضة جواها الأنبوبة دي احنا بنسميها الرحم الأول ليه الرحم الأول لأن الجنين بيقعد بأول أسبوع من عمره جوه الأنبوبة فمش مجرد أن أنا عملت أشعب السبغة ولقيت الأنبوبة دي سلكة يبقى معناها الأنبوبة دي قائمة بوظيفتها فاحنا بنقول أشعب السبغة ممكن تطمني بنسبة على الأنبيب لكن ما بتبقاش هي بالنسبة للفايصل إذا كانت الأنبوبة دي شغالة ولا مش شغالة شكرا لكم وأتمنى لكم جميعا يا رب تحققوا كل اللي بتتمنوا شكرا لكم